مستعرضاً داخل رئيس النظام السوري بمفرده محيّاً عشرات حشروا في باحة مدرسة مشهد حاول فيه بشار الأسد حشد همم المحبطين علينا أن نكون حذرين من هؤلاء المحبطين والمحبطين في المعركة فالهزيمة النفسية هي الهزيمة النهائية هزيمة النفسية، حرب نفسية، مبررات ترددت كثيراً هذه الأيام واليد التي كانت تلوح أصابها التوتر هذه المرة خطابة أمين عام حزب الله حسن نصر الله ورئيس النظام السوري يحملان التوقيع نفسه استشعار الهزيمة والاعتراف بها لأول مرة والله سأطت إدلي، سأطت جسر الشخور، طيب ليش؟ والآن إن شاء الله سوف يصل الجيش قريباً إلى أولئك الأبطال المحاصرين في مجفى جسر الشخور من أجل متابعة المعركة فهي برأيه لا تتعدى النكسة عندما يحصل نكسات يجب أن نقوم بواجبنا كمجتمع مقدم النظرية القتال إلى الوراء والبعض منهم يقاتل وهو يتراجع للخلف عندما تفرض الأمور هذا الشيء الممانعان عملا على إقناع جمهورهما بأنها جولة من يربح الجولة لا يعني أنه ربح الحال أن تكون عملية كر وفر، ربح وخسارة، صعود وهبوط وإقناع الجمهور بأن الوضع في السابق كان أصعب قبل أربع سنوات كانت الظروف أصعب وأقصى مما هي عليه الآن تذكرون في بداية الأزمة كان هناك حملة استمرت عام أو عامين أو أقل بقليل ولكنها فشلت بالمحاصلة كل هذا التنسيق ألحقه نصر الله بالسخرية مما يكتب في الإعلام في سياق هذه الحرب أن حلفاء سوريا تخلوا عنها إيران باعتها في النووي يعني التصوير عجيب غريب وعند مراجعة الإعلام الموالي لحزب الله والنظام نقرأ بين الصطور حقيقة ما تخبئه المعارك الجارية على الأرض السورية فأحد منظرين نظام السوري وعلى صفحات جريدة الأخبار الممولة من حزب الله أطلق استغاثة مطالبا إيران بعدم ترك الحصان وحيدا رول الخطيب العربية